نعم ركيد لا اليوم لما تشوف المنافسة اللي تنظمها الفيفا الفيفا في قوانيني هالالين ديستخوالي نيسيس اللي تقول لك يمنع من عم باتن حمل السلوغون بوليتيك التغيطواغ أو سكيروسون بلدن بييتو يعني خريطة ولا حدود ولا هاد شي ممنوع في القانون عشرة ثلاثة ننكسي لالواد ديستخوالي نيسيس اللي تقول لك هاد شي ممنوع لذلك اليوم هو مجرد سير فيفا لك الفيفا لأنه الفيفا هي لتحكم الفيفا كل القوانين المنظمة والمشارعة لكورة القدم في العالم أجمع تصيغها الفيفا عن طريق لجناتها القانونية المنظمة للمنافسات بينما في الكاف الكاف اتحاد قاري يعتقد بأنه أكبر من الفيفا ويسير ربما بالنسبة لهم يسيرون بقوانين تسير حسب الأهواء وحسب اليد الطويلة وحسب النفوذ مباراة بركان أمام اتحاد العاصمة واللعب بخريطة المغرب الوهمية سي سي تي جوست خريطة المغرب على العين والرأس يعني هي ما يقول لك تلعب خريطة لكن فيها خريطة هذيك الجميع يعرف بلي فيها اعتداء على الدولة أخرى اللي هي صحراء الغربية اللي هي محل تصفية استعمار منذ سنة 1975 يعني هنا فيه اعتداء صارخ على الأمم المتحدة وشالله كل حال لن نشوفه نعيش في عالم ما فيهش قوانين وكانه قانون الغاب لكن الاتحاد الإفريقي اعتقد بأنه فيه حرج كبير في قضية ااتحاد العاصمة أمام مساءلات الطاص لأن الطاص تحكم بالقوانين ولا تحكم بالنفوذ قانون واضح وكل شيء واضح من الأول كان عليهم أن لا يقبلوا تلك القمصان قبلت تلك القمصان لعبوا بها في دول أخرى أهلاً وسهلاً ومرحباً لكن لما تعلق الأمر بالجزائر الجزائر رفضت دخول تلك القمصان التي خرجت هذه الأسبوع حول قضية اتحاد العاصمة فيه تعتيم شوية حتى من إدارة اتحاد العاصمة لا يريدون الحديث كثيراً وربما هذا من حقهم لأنه قضية شائكة وماشي كل سمالة تقعد نتدر وشي كل يوم بدير باين كل يوم تهدر نو أمي خدمو شر شر ينفايد دوروت أمي ديزا فوكا يتخونجي ليرمستكلفين بالقضية على المستوى طاصل عادة لا داعي للحديث كل يوم يعني تحدث لما يكون فيه أمر أنا نفهم نفهمهم شوية دان كوتي أنك ماشي مليح تتحدث كل يوم وتتحدث لما يكون فيه جديد وليس كل يوم تضع باين ها القضية سراك دا ها القضية سراك دا كل شيء في ستر وإن شاء الله الطاصح تحكم للمصلحة الاتحاد العاصمة بالعودة إلى القوانين المنظمة والمشرعة للمنافسات الدولية في الاتحاد الدولي لكن من الجانب المغربي تراجع في الفيفا لا يمكن أن تلعب بخريطة القانون واضح ووضوح الشمس لذلك اليوم هو عودة إلى الرشد حتى القوانين في الكاف واضحة قانون رقم تسع وربين من المنظمة المنافسات يمنع الخائط الدراعة الطويلة للمغاربة داخل الكاف هي التي مكنتهم من أخذ موافقة الكاف على هذه الأقمسة نعم القانون واضح القانون لارتك القانون تنف المنظم للمنافسات في الاتحاد الإفريقي لكورة القدم يمنع النفس وكأنه هو استنساخ اللوات ديس والينيسيس التي صدرت في 2022 جوان 2022 وعندما صدر هذا القانون كان قانون يصدر في الفيفا يبدأ العمل به زيما نقوله الموسم المقبل كان قانون في الحين لما صدر هذا القانون الفيفا كان أصدر لما صدر هذا القانون كان فيه بين قوسين يعني بداية العمل بهذه القانون منذ تاريخ صدوره وهو 22 جوان 2022 نتمنى أن تصدر الطاس حكم نهائي لمصلحة اتحاد العاصمة الأحكام التي تصدر من الطاس غير قبيلة للطعم يعني هو قرار نهائي الصيغة التي ستصدر بها الطاس الأحكام لا نعرف كيف سيكون الحكم لكن فيها ربما بشائر بأن الحكم سيكون لمصلحة اتحاد العاصمة اسمائيل جليد بدون شك تبعت ما حدث في هذه القضية ما هو تعليقك الأولي عليها بطبيعة الحال تبعتها بكل اهتمام تتمس السيادة الوطنية وغلتها عدة مرات الجزائر خط أحمر والأولويات عودة للسيادة الوطنية من مبادئ الفيفا ومن قوانين الفيفا لا علاقات للسياسة بالرياضة والسياسة يجب أن تكون منفصلة عن الرياضة هذه من القوانين ميدو قال فيما يخص الكاف أنا بالنسبة للكاف وعضو في الفيفا يجب أن يحترم قوانين ومبادئ الفيفا هذه من جهة من جهة التاس المحكمة الدولية للرياضة أو محكمة تخيبينة عربية خال أنا عندي تيقات أني عايش في سويسرا وعندي أصدقاء محامين يعملوا على مستوى التاس تخيبينة عربية خال تيقاتي كبيرة جدا في هذه المحكمة ورح يفصلوا بكل حيادية وبكل موضوعية ورح يتعق مئة بالمئة الحغل إن شاء الله يكون الحكم صحيح ويكون تجاه جانب الجزائر إن شاء الله تطبق القوانين فقط ومن لديه حق يأخذه لا نريد غير حقنا أمين يبدو أن النيران ميدو ولعب دولي أهل المصر سابقا أصابت لقجع الذي هرول إلى الإخوة في مصر طالبا العون والمدد الرجل ظهر منبطحا أمام الإعلام المصري وهو يعدد في إنجازات الأهل وكأنه أتى بالجديد وكأنه أتى بما لم يأتي به الأولون معروف بأن الأهل ونادي القرن في إفريقيا بأنه أفضل نادي في إفريقيا لماذا هذه الخرجة الإعلامية في هذا الوقت بالضبط؟ ماذا يريد لقجع من الإخوة في مصر؟ ولماذا يريد أن يقحمهم في الصراع الذي يجمعه مع شرفاء إفريقيا؟ قلتها نبدأ من آخر كلمة هناك أصوات بدأت تتعالى أصوات الحق بدأت تتعالى في مختلف أرجاء القرى الإفريقية الأصوات المعارضة للفساد الذي ينخر جسد الكافو الذي يقوده المغربي لقجع لذلك شعر بالخطر الآن عليه أن يخرج من منطقته من أجل أن يهاجم كوسيلة للدفاع عن نفسه يجب أن يقوم ببعض الحركات البهلوانية إن صح التعبير مثل خرجته على قناة أون سبورتس وحواره الذي تحدث فيه كثيرا عن كرة القدم المصرية في هذا الوقت بالذات بعد هجوم ميدو على الكاف أمر واضح الآن يريد أن ينال بعض هل يريد تبيض صورته؟ أكيد أكيد يريد أن يستميل المصريين وسيقوم بهذه الخطوة مع العديد من البلدان الأخرى ترقب فقط الأيام القليلة المقبلة لأنه بدأ يشعر بالخطر بدأ يستشعر فداحة الأخطاء التي ارتكبها وفداحة الخطأ الأخير الذي حاول ارتكابها هنا في الجزائر لأنه لم يمرر رسالته ولم يلعب بتلك الخريطة هنا في الجزائر لكن هل يمكن أن يتخيل لقجع بأنه يمكنه أن يغسل كل تلك الذنوب ويبيض صورته المسودة في كل أنحاء إفريقيا بمجرد ظهوره تلفزيونيا في مصر لا هو اختار مصر محمد ردا على تصريحات ميدو يريد أن يداهن شاهد الحوار كله مداهن للإخوان المصريين ولكرة القدم المصرية وكأنه اكتشف كرة القدم المصرية بالأمس القريب فقط وكأنه لم يكن يعلم إنجازات كرة القدم المصرية سواء على مستوى المنتخب أو على مستوى الأندية وكأنه اكتشف فجأة مدى عظمة النادي الأهلية الذي يعتبر نادي القرن في القرى الإفريقية والذي يقارع نادي ريال مادريد في الألقاب الرسمية والإنجازات لذلك قتلك يا مداهنة محاولة استمالة محاولة كسب ود الإخوان المصريين من أجل تخفيض حدة الانتقادات التي بدأت تتعالى خصوصا من الجانب المصري ويعلم أن الجانب المصري عملاق نائم في كرة القدم مصر تملك قوة كبيرة جدا سواء من الناحية الكروية أو الرياضية واضح بأنه تصريحات ميدو هزتها نعم أو على المستوى الإعلامي يعلم أن المصريون يملكون قوة إعلامية رهيبة إن تعالت الأصوات المساندة لتصريحات ميدو في البلاطوهات المصرية فنهاية القجع قد اقتربت وهذا ما جعله يخرج من جحره من أجل أن يبدأ عملية الدفاع ما تريد شويه باش يبرأ نفسه وقال لك لو كنت أنا من يتدخل في تعيين الحكام في إفريقيا قالك لا يعني وضع الحكام يساعدوا المنتخب المغربي للفوز بكاس إفريقيا وقال باللي لما فز المنتخب المغربي بكاس أمم إفريقيا كان في عمره ست سنوات يعني هو من والد ألف وتسعمائة وسبعين يعني ست سنوات في عمره منذ ألف وتسعمائة وسبعين لم يسبق أن شاهدوا كاس أمم إفريقيا لذلك بحلي ميدو أقتبس من كلامك هذه الجملة الأخيرة هو قال لو كنت مشاركا أو مساهما أو مؤثرا في تعيين الحكام لا ساعدت في فوز المغرب بكاس إفريقيا أتعلمون جيدا بأنه آخر كاس إفريقيا فز بها المغرب كانت لما كان في عمري ست سنوات وهذه الجملة فقط هي صحيحة ميدو هذه الجملة الأخيرة صحيحة لكن الجملة الأولى خطئة الجميع يعلم تدخلات لقجع في تعيين الحكام آخرها في تصفيات كأس العالم ومباراة تنزانيا آخرها في كأس أمم إفريقيا ما حدث للمدرب الجزائري عادل عمروش برك الله فيك أمين لو لم تكن هناك يد قوية للقجع داخل الكاف ليس يد قوية هو اليد الوحيدة داخل الكاف هو الأمر الناهي داخل الكاف وقوته تفوق قوة موتسيبي داخل الكاف طرب الجزائري وبطاقة حمراء للمغرب نعم في تنزانيا نهاي دوري أبطال شهدنا في المباراة الواحدة عنه ديما في كاسابلانكا شهدنا ما الذي حدث في قضية تنبينبا مع لعب المنتخب الكونغولي مع الركراكي وما تلاه من تصعيد تصعيد إعلامي بعدها تم طويل الملف وكأنه لم يكن أبدا صدرت عقوبة في حق الركراكي ديما تفعل وحدا ثم سورسي ومدولة واحد فارموزود سورسي ثالث لم يكن يهوم المغاربة في نهاية كاس أمم إفريقيا لذلك ذرا للرماد على العيون تمت معاقبته لا يحضر تلك المباراة التي لم تكن أصلا تهم المغرب المغرب كان قد تعرف على مصيري بأنه تأهل إلى الدور الثاني ثم بعد تلك المباراة تم إلغاء العقوبة وعاد الركراكي مع أن بيمبا قال بالحرف الواحد بأن هناك صريحات عنصرية صريحات عنصرية وأنا قلت في هذا البلاتو هنا كجزائريين نقف على مسافة واحدة نحن على الحياد لا يمكن أن نقول بأن الركراكي أطلقت صريحات عنصرية ضد مبيمبا ولا يمكن أن نقول بأن مبيمبا محق ولكن يجب معاقبة أحدهما إما مبيمبا يكذب على الركراكي ويجب معاقبة مبيمبا إذا ثبت بأنه يكذب ويتهم في الرجل زورا وبهتانا وإما أن يعاقب الركراكي إذا ثبتت اتهامة مبيمبا لم يعاقب للركراكي ولا مبيمبا وتم طي الملف نزيد لك أنا شيء محمد ردا على لقجع على الحيلة الحيلة إن صح التعبير التي استعملها من أجل الرد على أو تبرئة نفسه من اتهامات تعيينه الحكام واليد الخفية التي يملكها داخل أرواق الكاف وقال لو كنت أملك هذه اليد الخفية وأعين الحكام لكنت قدت المغرب للتتويج بك أسمام إفريقيا يا أخي العزيز حتى تستطيع أن تقني الحكام بمساعدتك أولا يجب أن يكون لديك فريق جيد داخل أرضية الميدان هناك يستطيع حكم أن يساعدك بعض الشيء ولكن يا لقجع أنت لم تكن تملك منتخبا قويا قادرا على مقارعة الكبر في إفريقيا لم تكن تملك منتخبا قويا قادرا على التتويج بك أسمام إفريقيا وهذا بشهادة الإخوان المغاربة الذين يهاجموا المنتخب مؤخرا هجوما شارسا كأس العالم لا تشبيه كأس إفريقيا حتى في كأس العالم وحنا كنا في قطر كأس العالم يبقى إنجازا تاريخيا للأشقاء المغاربة ولكن كأس العالم لا تشبيه كأس إفريقيا يحفظه التاريخ بماء من ذهب هذا يحطوه بجهة لأن تحثوه عن كرة القدم كرويا المنتخب المغربي لم يقدم الشيء الكثير كان يلعب بطريقة دفاعية ينطلق في الهجمات المعاكسة وهذا واقع هذه هي كرة القدم الواقعية لعب على قدر إمكانياته لأنه هضروا على كأس أمام إفريقيا مع المنتخبات الإفريقية التي لا تملك مستوى كأس العالم لم يكن تقارع مع المنتخب الكونغولي شفنا بأن المنتخب الكونغولي كان أحسن منهم بعدين مع المنتخب الجنوب الإفريقي طغيان للجنوب الإفريقي على المنتخب المغربي وفوز نظيف جدا بكل المعاير على كل المستويات لم يكن لديك منتخب قادر على مقارعة الأفارقة كان لديك منتخب سيء يقدم كرة قدم سيئة لذلك حتى في مساعدك حكام الحاكم ما يقدرش يديك ونت ما تقدرش تلعب وتقارع المنتخب الحاكم يساعدك لما تكون قوي يقدر يساعدك شوية هذه في حال ما إذا افترضنا أنك تقول أني أنا ما عندي شيء في لكن الجماعة يعلم بأنه لقجع لي يؤثر فقط في تعينات الحكام وإنما يؤثر حتى في تعينات الرجال داخل الاتحاد الإفريقي كل اللجان موجود موجود فيها المغاربة بشكل فضيع جدا يعني مسيطرون بطريقة لا يمكن تخيلها ما قاله ميدو هو كلام صحيح وخطير جدا تركوا للمصريين فقط المبنى المبنى فقط موجود في القاهرة أما الاجتماعات الأعضاء التأثير في القرارات بالنسبة لقضية عدل عمروش يصدر القرار في ظرف 24 ساعة حمرها مسارات في كرة القادمة العالمية مباشرة لقجع أمر لجنة العقوبات بالاجتماع وإصدار عقوبات في حق عدل عمروش وإبعاده من كأس أمم إفريقيا في ظرف وجيز جدا وعندما قدم طعنا لم يتم دراسة طعنه إلا بعد عدة أشهر بينما في قضية المدرب الركراكي تمت معاقبته في المباراة الثالثة التي كانت لا يحتاج إليها المغاربة من أجل الذر الرماد على العيون يقول لك ها حتى نحن مغاربة تم معاقبة المدرب المغربي ولكن بعد الاستئناف 24 ساعة و 48 ساعة بعد ذلك تمت إعادة الركراكي إلى كرسي احتياط المنتخب المغربي هناك كيل بميكيالين هناك ظلم وظلمات داخل الكافة تفضل أسماعيل نعرف الكواليس في الكونفيديال الأفريقية كأن أمور يتحدث غير عادية أمور سلبية ومتحدث في الاتحاد الأوروبي ومتحدث في أي اتحاد وهذا يجعل إفريقيا متأخرة من ناحية التنظيمية من ناحية كرة القادمة ترجمة نانسي قنقر